بكرة المباراة زي ما قلتلكوا الساعة 6 شوفوا الأجواء الجميلة بقى المنافسات لما فعلا تدعم العلاقات الحميمة بين الأشقاء العرب وشي رائع جدا بالمناسبة أنه الشمال الأفريقي أو عرب أفريقي يكون لهم هذه السطوة على البطولات الأفريقية احنا بنتكلم الأهل الوداد الترجي الرجاء حاليا حتى نهضة بركان بطل الكنفدرالية السنة اللي فاتت كان على حساب بيرامدز يعني وجود عربي مؤثر جدا في السنوات الأخيرة في التتوجات القرية كابتل خطيب استقبل السيد عبد المجيد مدران نائب رئيس نادي نهضة بركان ورئيس بعثة الفريق المغربي اللي زار النادي الآلي زار مقر النادي الآلي قدم للنادي الآلي أو لكابتل محمود الخطيب دعوة لزيارة المغرب الرجل قال لكابتل خطيب نفسنا تزور نهضة بركان في المغرب فكابتل خطيب وعده بتلبية الدعوة في أقرب فرصة إن شاء الله وتبادل الدروع وعلم كل نادي وكابتل خطيب أكد على ساعاته الكبيرة بأنه يكون المنافس في السوبر الأفريقي فريق عربي شقيق وتمنى إن المباراة بإذن الله تخرج بالمستوى اللي يليق بالكرة المصرية والمغربية لأن احنا بنتكلم على مكانك خاصة جدا بين مصر والمغرب كرويا زي ما هي مصر وتونس زي ما هي مصر والجزائر فنتمنى إن شاء الله تخرج في هذا الإطار خاصة إنها تحتضنها دولة عربية أسيوية شقيقة يعني قامتها في الدوحة في هذا التوقيت دي مسألة أيضا لها دلالة مهمة هي دلالتها أهم حاجة طبعا لقاء أشقاء وهمهم جدا ولقب حيضف إلى رصيد أي منهما ولكن طبعا نتمنى إنه مع الآلي عشان لويه إن شاء الله لعشان يضيف إلى رصيد الألقاب العالمية ونقرب الفجوة اللي بينا وبهير ريال مادريد لكن هو أنت ليه أنت دلوقتي كاس العالم للأندية اتعمل في الدوحة والماتشي السوبر اتعمل في الدوحة وقبل كده السوبر اللي فات اللي فيه الزمالك والطراج اتعمل في الدوحة هي زي بروفات بتتعمل واختبارات للمنشآت والإجراءات بالذات في النواحة التوبية أيوة ولما أنا متخيل وإحنا عيشنا الإجراءات الصارمة عشان الكوروما طبعا لدي من الناس تبقى فاهمة هو إيه حكاية يعني الجدية الشديدة اللي مقدرواش يستعبوها هنا لما الاتحاد الدولة الكرة اللي يدي خد بعض القرات لاختراق هذه الفقاعة لأن دي مسألة مهمة جدا جدا ننظر إليها الاتحادات الدولية وخصوصا إن كرة القادة مو الضارة اللي بي على الأبواب صحيح يعني ده الدورة اللي بيحنا ده أقولك اليابان المتفشي فيه الله أعلم حيعمله إيه ربنا السرح